أنك أهم معالم تمرينت النهاردة لنادي الأهلي كيفين جونسون عاوزين نعرف الحقيقة الرجل هيرحل ولا لا أو اسمعنا ترشحات من ناس كتيرة جدا مدربين مصرين 4-5 مدربين خلاص بيترشحوا وواحد فيهم قربوا لا التاني اللي قرب طب الحقيقة فين؟ اتعودنا في شاشة تقناة النادي الأهلي على الصراحة اتعودنا على الانفرادات فالانفراد النهاردة مع كيفين جونسون مدرب العام للنادي الأهلي نعرف هيمشي إمتى؟ ولا مش هيمشي؟ ولا الأسماء اللي بتقال دي كلها كلام من وحي الخيال؟ تعال نعرف زميلي أحمد الحقيقة من مدرب العام للنادي الأهلي طبعا هيقوم بترجمة الكابتن رامي بكر طبعا إداري النادي الأهلي بقول لك أهلا بك الأول يا رامي أهلا وسهلا بك كيفين جونسون هاري كوريوين توا إيبيربري عسين نعرفها اتقال في الفترة الأخيرة الراجل هيمشي الراجل رايح جنوب أفريقيا يمسك أحد الفرق في جنوب أفريقيا كلام ده فعلا صح ولا كلام عاري من الصح لا نعم نعم كما قال بذبط كما قال نحن 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 أنا عندي تعاقد مع النادي الأهلي وأنا هنا قاعد في النادي الأهلي لا يوجد أي عروض تاني وكل شيء آخر ما يتحدث خاصة في النادي الأهلي ليس صحيح وإي حاجة تانية بتتقال في قنوات التواصل الإجتماعية لأديم غير صحيحة لأ ده كلام جديد يعني ما فيش الكلام ده خالص كل ده كلام ما فيش الكلام ده خالص يعني كل ده إشعات واقتهادات و نعم ما فيش أي حاجة عامندي حصلت خالص هم أنت سمع الكلام دوت هل تسمع عن هذا التطور؟ لا 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 أستمع شيئا لا أستمع شيئا إنه الأولى أن أسمع شيئا نعم إنه مجرد أيضا إنه شيئا مباهر من ما حصل حسنًا هل تفكر هذا المعصود منه؟ المعصود منه عدم استقرار الجهاز الفني والإداري؟ المعصود منه هدم الاستقرار الأهلي بيعيشه؟ ما تقول عنه؟ هل هذا مجرد منه مجرد الأهلي والفان؟ ماذا تفكر عنه؟ نعم، كما قلت، لديه مجرد مع أهلي كما قلت، لديه تعاقد مع الأهلي وإذا ما حدث، ألي ستعرف الأول وإذا كان لديه أي تغيير، الأهلي سيكون أول حد يعرف بشكل كثيرا أنا مستمر مع الأهلي أنت تتبع مع الأهلي بالأكيد بالأكيد، بالأكيد لا يوجد أي شيئا آخر شكرا 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 زميلي أحمد، يمكن خلينا أقولك أن انفرضنا في شاشة قناة النادي الأهلي لكل يصار على سوشال ميديا لفترات الأخيرة، ليس له أساس من الصحة كيمي جونسون بنفسه، أكد أن الكل يصار على الإلساحة كلام كله اكتهدات، ولحد جاي، ولحد ماشي طبعا الهدف منه ضرب استقرار الجهاز الفني والإداري داخل النادي الأهلي، ولكن جمهور نادي الأهلي بقواعي للكلام اللي بيتقال، كل الحقيقة هتلاقوها عبر شاشة قناة النادي الأهلي لعود الإبن جديد زميلي أحمد، تفضل بشكرك شكرا جزيلا زميلي عزيز شريف شعبان، طبعا يعني مش الأولى، ولن تكون الأخير، واسمعناها على ميستر موسيماني نفسه في أوقات كثيرة قبل كده، حتى يمكن كان آخرها مع أنه تلقى عرضه أنه هيسيب النادي الأهلي ويروح يدرب منتخب جنوب أفريقيا لكن على كل أحوال كلامنا مستمر، هنتكلم على ميستر موسيماني وعلى الجهاز الفني اللي أدى موسم أول بالنسبة له أعتقد أكتر من نجح، حقق فيه تقريبا العلامة شبه الكاملة خلينا نروح للفاصل ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا مع كابتن إيهاب المصري موسيقى